السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم النهاردة من اسطنبول ونهنيكم جميعا بحلول السنة الهجرية الجديدة جعلناها الله سبحانه وتعالى خير ويمن وبركة ليس فقط عالم مسلمين ولكن عالم أجمع ربنا يولينا فيها السلام والأمن والاستقرار في كل دولة من دول العالم سواء كانت هذه الدولة من الدول المسلمة أم الدول المسلمة اليوم نبدأ أيضا نتذكر وندعو إخواننا في مدين إدلب في سوريا ومنننساهمش ولا ننسى إخواننا في اليمن وفي العراق وفي سوريا في الداخل وفي ليبيا وفي ميامار وفي كل مكان في جنوب السردان وفي القنطو الدموحواطية وفي كل مكان في العالم لأننا لابد أن توضع حدود لهذه الانتهاكات اللا إنسانية التي تصيب هذه الشعور قد يسأل بعض مننا إذا كان إدلب النهاردة على وشك إنها تولع زي مضايا وزي مدن أخرى ليه نحن نتكلم في التدرك في الندوح والمعارفة ليه؟ في آية كريمة آية 522 في سورة التعوة ربنا سبحانه وتعالى بقل فيها ومكان المؤمنين لينفروا كافة لكل مرة واحدة فلو إنها نفرة، نفرة من النفير من كل فرقة منهم طائفة يعني هنا في التخصص إن فيه طائفة من كل فرقة تتخصص في شيء معين لماذا؟ لتفقاوا في الدين ولينطلق رمهم إذا رجعوا إليهم لعليه مهترون يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضع التخصص كوسيلة لبناء المجتمعات كوسيلة للتحذير كوسيلة للإنذار كوسيلة للتحذير لكن ليس كلنا نهب مرة واحدة أو نجلس مرة واحدة أو نصير مرة واحدة إلى آخر لكن لابد أن حينما يحدث النفير أن تكون فيه فرقة من كل طائفة لها تخصص معين في ذلك اليوم أنا أتكلم ليس بتكلم في مضايا أو بتكلم في إدلب أو بتكلم في اليمن أو بتكلم في التدرب في الندوب والمعرفة لبناء المجتمعات ولدى إحداث التغيير المجتمعي المنشود طبعا أنا بشكر الشباب اللي هم سعدوني أحمد الشيخ من إدلب وعبد الرحمن نحاس من برمينجهام في بريطانيا ومهر السيد علي أيضا كان من إدلب لكنه اليوم في موجود في أنتاكيا هنخش في بعض التعريفات حاليا بالنسبة للتدرج والندوق والمعرفة يعني إيه تدرج؟ تدرج إلى الشيء يعني تقدم فيه شيئا فشيئا تقدم فيه شيئا فشيئا وتدرج في الشيء يعني تسعد فيه درجة تدرج وتدرج فيه شيئا فشيئا وتسعد درجة درجة وفي الوظيفة تترقى درجة درجة وفي الجامعة تنال بجاء الشهادات والألقاب الجامعية يعني في الجامعية في الجامعة تأخذ البكاليريوس وما بعد كده الدبلوماس وما بعد كده الماجستير وما بعد كده الدكتورات وما بعد كده درسات عليا أخرى 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 إلى آخرى فده التدرج وفيهم التدرج النطق معنى ايه النطق؟ في الأحياء هو تمام نمو الكائن الحي تمام نمو الكائن الحي واكتمال خصائص بلوه وفي الفاكهة اكتمال ثمرتها وبلوها مبلغة معيناً من حيث اللوم أو الطعن أو الطرابة بالنسبة للثمر وفي النطق الفكري اكتمال المدارك وضحة وهناك أخرى من النطق النطق الاجتماعي اللي هو معناه لا把它حer irgendwann ودرجا للتحرر إلى رقابة الوالدين أو سوى هم من الترفár يبNON اقول التعريف النطق من اخيرة فا الاحياء تمام نمو الكائن الحي واكتمال خصائص بلوه وفي الفاكهة اكتمال ثمرتها وبلوها مبلغا معيناً من حيث اللون أو الطعن أو الطرابة وفي النطق الفكري واكتمال المدارك وضحة وبالنطق الاجتماعي لا تكون متأكمال السياسية الوالدين او سوى هم من التفاكه ولاك ايضا نطق السياسي نطق ثقافي نطق صادق نطق قدبي كده اخري كده اخري المحور الثالث من العنوان اللي هو المعرفة يعني ايه معنى كلمة معرفة معنى كلمة معرفة ادراك الشي على ما هو عليه المعرفة هي ادراك الشي على ما هو عليه او المعرفة هي حصيلة التعلم عبر العصور عبر العصور يعني تتعلم سواء التعليم التقليدي، او سواء تعالين مجتمعي، او سواء تعالين مهني او تعالين مثل تاجار Ultiこれは حصيله الألبية للتعلم عبر العصور والمعارف هي جمع معرفة معرفة وهي المعلمات والعلم يبقى المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه أو الحصيلة اللي بنتعلمها من التجارب ومن مشاهدات ومن الممارسات ومن التلقي ومن السماع ومن التعليم العادي اللي احنا بتعلمه في المدارس ومجامعات ده المعرفة يبقى ورغبنا اليوم بنتكلم عن ايه التدرب في الندوب والمعرفة ايه الهدف ان احنا عايزين نعمله الهدف ان احنا عايزين نصل اليه دايما انا بقوله في كل كلمة انا بقولها او او تذكرة انا بقوم بيها الهدف منه ان احنا نجعل الشباب نستطيعهم من القدر يكونوا مقدرين على احداث التغيير المجتمعي المنشود وبناء المجتمعات فلكي نحدث التغيير المجتمعي ونجد المجتمعات علينا ان انتهج منهجين الاول المنهج التعليمي والتاني البرنامج المجتمعي منهج التعليمي لكل واحد فينا ارادة ان يبني مجتمع ارادة ان يمكن المواطنين ارادة ان يغير المجتمع ارادة ان يحارب الفساد الى اخير لابد ان يبدأ من القاعدة الى ثم واول شيء في المنهج التعليمي للتغيير والبناء المجتمعات هو ان تكون انت وانت مؤمنة بالمنهج ومنها من قدرتك ومؤمن من قدرتك على احداث التغيير هذه المرة واحدة الايمان والايمان رقدراكين لا نستطيع الاستغناء عنه في اي عمل نقوم به نمرة اثنين انزل المجتمع فاكون متطوعا فيه راغبا على المشاركة في كافة احداث المجتمعية التي تبني المجتمع في كل فجوة اتبني كل فجوة ومفجوات المجتمع اتطوع اؤمن ثم اتطوع والنقطة الثالثة بعد التطوع اللي هو بيكون عشوائر بعد احيان او يكون عاطفه بعد الان ابتد التدريب والتدريب بيأتي بناء على برامج يبقى اؤمن فاتطوع فابدأ التدريب على يد المدربين وخبراء النقطة الثالثة هي ابتدت التلقي بعد ما اتدرب اسمع واقرأ واحضر واشارك وتلقى انواع اخرى من المعرفة المجتمعية لتجعني قادر على استيعاب ها او ترجمة ايماني الى عملي يبقى المؤمن يتطوع يتدرب يتلقى ثم يكون عامل يعمل بيديه لكي يصلح عاملا في داخل المنظومة المجتمعية يبقى الاربع خطوات ذلك الى اصبح منفذ للبرنامج الذي تدربت على انفاذه اؤمن اتطوع مع جمعية اتطوع مع جمعية اتدرب واتلقى اعمل وانفذ البرنامج حسب ما تلقيت من تدريب ومن منزوم التطوع ثم بعد ذلك اصبح قادرا او اصبح قادرا على استيعاب استيعاب ابعاد البرنامج المجتمعي او المشروع واستيعاب حاجات المجتمع ثم بعد التنفيذ استوعب ما يدور حولي في المجتمع من مشاكل ومن اسباب هذه المشاكل ووسائل لوجود حلول هذه المشاكل ثم ادرك ادرك الخطورة من الابقاء على اسباب هذه المشاكل ادرك الخطورة من عدم الاستجابة لتصدي لأسباب هذه المشاكل المجتمعية ثم اصبح مدافع ودافع ودافع عن ماذا؟ ودافع عن المجتمع ودافع عن المرأة ودافع عن الطفل ودافع عن الشاب ودافع عن مقدرات وطنة ودافع عن حقوق هؤلاء الناس كلهم ودافع عن المناخ وأفساد المناخ ودافع عن منصومة الحياة داخل المجتمع وبعد ذلك اصبح عندي القدرة على تحليل تحليل المشاكل وأسبابها وتحليل أهداف حل هذه المشاكل ومسيراتها يبقى من مدافع من مدرك من مستوعب لمدرك لمدافع لمحلي في هذه المسيرة أنا مجد كم نقطة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر بعد العشر المراحل سيكون أنا صاحب انتاج فكري صاحب انتاج مجتمعي صاحب انتاج يستطيع أن يغير فكر وثقافة وحيثيات بناء هذا المجتمع بس حينما أتدرك في هذه العشر أو 11 نقطة لماذا؟ لأن عندي منتج في ايدي منتج أستطيع أن أعطيه للمجتمع في هذا المجتمع فيستفيد منهم يبقى من مستوعب لمدرك لمدافع لمحلل لمنتج ثم أطرح قدروحاتي وآرائي وفنتسفاتي وثقافتي ونظرياتي على الآخرين لكي أتدافع عنهم من أجل بناء المجتمع ومن أجل محاربة الفساد ومن أجل تمكين المواطن داخل هذا المجتمع ثم بعد ذلك أصبح ماذا؟ أتدرك في هذا العلم وأتدرك في هذه المعرفة وأتدرك في هذا النمو والنضج إلى أن أصبح أنا أو أنت مؤطرين من أصحاب نظريات أصحاب أبحاث أصحاب أقوال أصحاب حلول أصحاب توجهات إلى آخر من متطوع إلى مؤطر وهذا المؤطر أو هذه المؤطرة المؤطرة تستطيع أو يستطيع أن يحددوا مسارات بناءات المجتمع في كافة مجالاته في كافة مجالاته لماذا؟ لأنهم تدرجوا في العلم والمعرفة والنضج والوعي والإدراك والتنفيذ والتطوع والعمل لكي يصبحوا ممن يستطيعوا أن يحددوا توقعات المجتمعات نحدد ثم نوجه أنا أقول لك يا إدرا الشاب لي لأن أنت قادر لابد أن تؤمن أنك قادر على التحديد وقادر على التوقيع وقادر على أحداث التغيير المجتمعي أنت أيها الشاب أو أنت أيها الشاب ثم تأتي التجديد بعد ذلك يصبح صاحب هذه المنظومة الذي بدأ مكملا ممتبعا ممتدربا ممتلقيا عاملا ممتدربا مدركا مدافعا ثم محددة منتجا طريحا مؤطرة محددة موجها إلى أن يصبح أو تصبح مجددا فنريد من كل شابة وشابة أن ينظر أو أن تنظر إلى نساء الناس ستجدد ستجدد في بناء أو طرق أو وسائل بناء هذه المجتمعات نصبح من المجددين ثم بعد ذلك هنا ما يتخدم بدل العمر نصبح من المؤرخين الذين يستطيعون بقدرة خبرتهم ومعلوماتهم ومنطقهم أن يؤرخوا للأجيال القادمة يؤرخوا للأجيال القادمة يؤرخوا للأجيال القادمة وبعد ذلك يكون هو أو هي هذا الرجل الذي نمى كمتطوع داخل المسيرة المجتمعية أن يصبح صانعا أو مصنعا للفكر والثقافة والقيم والأخلاق والبناء المجتمعي صانعا للفكر والثقافة والأخلاق والقيم والبناء المجتمعي لأنك تبدأ متطوعا وتبدأ متطوعا مؤمنة بمسيرة وبناء المجتمع إلى أن تصبح أو تصبح صناعا ثم نصل إلى القلمة بعد التأريخ وبعد إحداث الصناعة المجتمعية وبناءها إلى أن نبدأ مسيرة التعلم من جديد لا نتوقف عن التعلم مطلقا وتعلم من قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخطر أن سيدنا موسى لن يكون أعلى من الناس على وجه الأرض وأرسل الله سبحانه وتعالى إلى الخطر لكي يعلمه ثم بعد أن نصبح من المؤرخين والمجددين الصناع يتعلم مرة أخرى وأن المجتمع يتغير تغير الليل والمهار في سرعة أسرع من سرعة تغير الليل والمهار ودورات الأفلاق والكواكب والنجوم وكل مخلوق مجتمعي داخل المجتمع لكن هذا المخلوق بشر أو طير أو حيوان أو مياه أو نبات أو إلى آخر يصبح له أو تصبح لها حالة مجتمعية أنا أصلت إلى التاريخ ووصلت إلى المرحلة الصناعة ووصلت إلى المعارضة التجديد أتعلم مرة أخرى بعد هذه الحقبة الزمنية التي قد تأخذ عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة أو أفن سنة لأتدرب وأصبح متدربة مرة أخرى وتعود علي دورة مرة أخرى المنهج التعليمي يبدأ به كمؤمن متطوع، متدرب، متلقي، عامل، منفذ، مستوعن، مدرك، مدافع، محدد، منطق، طارح، مؤطر، محدد، موجه، مجدد، مؤرف، صانع، متعلم مرة أخرى ومتدرب مرة أخرى أنا سأنهار هذا المنهج التعليمي، الذي منه تطبيقي ومنه نظري إلى كي أنفذ البرنامج المجتمع هناك منهج التعليمي لتنفيذ برنامج المجتمع أما البرنامج المجتمعي نبدأه وأول شيء في البرنامج المجتمعي هي حاجة المجتمع لتحديد المشاكل المجتمعية وإيجاد أسبابها ثم إيجاد وسائل للحلول أول نقطة في سلم البرنامج المجتمعي هي الحاجة 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 داخل المجتمعي كفتاة أو كرجل أو إلى آخره أحدد الفكرة التي من خلالها سأستطيع أن أمشي في هذا البرنامج المجتمعي لأصلح المجتمع يبقى من الحاجة إلى الفكرة وفي هذه الفكرة أجد أن أحولها لحلم كبير حلم كبير أرى فيه النماء والرخاء والاستقرار والسلام والأمن والعدل وإثباب الحقوق إلى آخره لكل الخلائق التي تعيش داخل المجتمع يبقى الحاجة المرة واحدة لا نتنازل عنها أبداً ثم تكوين الفكرة التي أستطيع أن أحولها إلى حلم كبير داخل مخيارتي أؤمن به وبعد هذا الحلم الذي تكون فيه داخل مخيارتي أبحث عن الصحبة التي ستساعدني في تحقيق هذا الحلم أبحث عن الصحبة التي أثق فيها وتساعدني في تحقيق هذا الحلم الذي هو الفكرة الذي هو نستطيع أن يحقق حاجة المحتاج داخل المجتمع ثم أعمل ثم أعمل مع هذه الصحبة أعمل مع هذه الصحبة كي نعمل جميعاً من أجل انفاذ هذه الفكرة كحلم واقعية حقاً من أجل رفاء ورفاهية وبناء المجتمع محرم تساعدني يبقى الحاجة ثم الفكرة ثم الحلم ثم الصحبة ثم العمل لابد أن نعمل مع من نستطيع أن نسخ معهم في المرحلة القولة الذين نستطيع معهم جميعاً أن ننهج نهجاً واحداً ونسير مسيرة واحداً من أجل تحقيق هدف واحد وهو استعاد مجتمعنا وبناء أركام مجتمعنا وتمكن أبنائنا وبنتنا في هذا المجتمع كم مواطنين صالحين نعمل ثم نسير بناء المجتمعات يأخذ سنين ويأخذ عقود ويأخذ حقب كثيرة من الزمن كما ترى أمس في زيارتنا لمرقد سيدنا أبو أيام الأنصاري ثم مرقد السلطان محمد الفاتح كان هذا حلماً يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الإسلام الحسنطيني لما نستطيع الصحابة من جيل الصحابة كالإمام أو كسيدنا أبو الأيو الأنصري أن يحققوه لكن حققه محمد الفاتح بعد تنمائة سنة يبقى في المسيرة تنمائة سنة دي هو اللي هو الطريق هو الطريق طريق أخذ من هؤلاء الناس ثمانيمائة عام لتحقيق فكرة الرخاء والرفاهية والعدل والإيه والسلام والأمن للمجتمع أعلموا أن في بناء المجتمعات طريق طويل وعر 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 ومليء بالمخاطر ثم خلال هذا الطريق لابد علينا أن نجد الزاد والزاد مع الزمرة الأولى التي تريد أن تبني المجتمعات سيكون قليل قليل فلابد على هذه الزمرة الأولى التي برزت بفكرتها وضحت بوقتها وعمرها ومالها وجهدها وفكرها من أبناء المجتمع أن تأخذ من الزاد اليسير وتتلك الكثير للمجتمع يبقى الزاد يكون يسيراً والعمر ونعرف أن أمر الله محدود كما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعمار عمتي بين الستين وبين السبعين هل أستطيع إتمام هذا الحلم وتحقيقه في البناء المجتمعي خلال عمري أم أنا سأمهل الطريق لمن يأتي بعدي في عمر آخر استكمل مسيرة هذا البناء الطريق الزاد العمر ثم داخل هذا الطريق أرى كثير من الفكوات كثير كثير وكثير 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 من الفكوات وهي التحديات علي أنا في قائد مجتمعي أن أسد الفكوات التي أنا قادر على سدها بإمكانياتي لا يكلف الله نفسك إلا وسعها لكي أستطيع أو لكي أستطيع أن نأخذ المجتمع من هذه المرحلة إلى هذه المرحلة ومن هذه الكبوة إلى هذه النهضة نحدد الفكوات ونحدد أولويات التعامل مع التحديات لسد ورجم هذه الفكوات وهنا نجد أن الحل الذي نضعه فوق الطاولة يشمل كافة مكونات المجتمع ويستفيد منه كافة الخلائق المجتمعية وتسعب بها هذه الخلائق ثم يسعب بها خالف الخلائق يكون عوناً لنا فالعقبة الكاؤل تبدأ من الحاجة إلى أن نجد الحديث لكن بعد أن نعمل إيه؟ نعمل حاجة تتحول إلى فكرة وحلم وصحبة وعمل نمسي بها في طريق ونجد من الزاج اليسير ونعلم أن نعمل منقوص ونحدد الفكوات لكي نضع الحلول التي يريدها المجتمع أحد هذه الحلول وهو أهم حل في هذه الحلول هو التركين نحن نريد أن نضع هذا البرنامج المجتمعي لكي نمكن ونملك المواطن من مقدرات المجتمع لكي نمكن المواطن فكرياً وثقافياً ومهنياً وتعليمياً وتاريخياً لكي يعلم أو تعلم أن هذا هم مجتمعاً وأنهم ينتموا من الموت هذا المجتمع فإذا ممكنوا ملكوا فإذا ممكنوا ملكوا فنحن وظيفتنا أن نمكن لكي يتملكوا مجتمعاً ثم بعد ذلك نحلل النتائج حزارة النسير في مسيرة يجب أن نقف وقفات لتحقيق ودحليل أسباب النجاح وأسباب الفشل أو أسباب التأخر عن النجاح لا بد أن نحلل كل هذه الأشياء بين حين وحين ثم وهنا وهنا أكبر شيء يسبب عقب كقول وهي التوريث المجتمعي وليس التوريث الاصلي كيف أوردث فكري وكيف أوردث علمي وكيف أوردث خبرتي وكيف أوردث أطلوحاتي لمن بعدي أو من حولي من الأبناء المجتمع التوريث المجتمعي وهذا قمة البناء الهرمي في البرنامج المجتمعي كون عندي قدرة على أن أتحول من عامل مؤثر إلى موردث لفكر موردث لفكرة، موردث لثقافة، موردث النظرية، موردث العلم، موردث لطريقة وهذا ما سيحدث التغيير حتى لربية التغيير في عصر إن استعد أنا أمشي ومن معي في حلمنا الخطوة الأولى وهي أصعب خطوة في إحداث التغيير أصعب خطوة في إحداث التغيير هي الإدراك أن تدرك أن مجتمعك على الخطر فإن أفقتم ووقفتم واختدتم الخطوة الأولى ورأكم المجتمع فيما بعد فسيحدث المجتمع هذا التغيير ولو بعد حين ولو بعد حقبت أو حقبت من الزمن والتغيير ماذا؟ للغاية المرجوة وهي ابتغاء مرضات الله من إحداث تغيير المجتمع ليس ابتغاء مرضات حزب أو جماعة أو مجموعة أو قبيلة إلى آخر التغيير والغاية لكأ ليه؟ لأن أنا أدرك تمام الإدراك أنني لم أعيش أبدا الآن لكي أستعد ولكي نستعد الرحيل كل هذا علينا أن ندعو كفتوات على الطريق في الخريطة المجتمعية وخريطة المجتمع ونحن ندرك تمام الإدراك أن الأعمى بالله وأننا نراحلون ولكن قبل أن نرحل نجد أن نسير هذه الخطوات الكثيرة لكي نعد من بعدنا ومن حولنا لماذا بعد؟ لكي لا تنقطع مسيرة البناء والتغيير والتمكين والتمليك للمواطنين داخل المجتمع وبعد ذلك ندريك ماذا بعد؟ أرجع مرة أخرى أتحدث في البرنامج المجتمعي يبدأ من الحاجة ثم الفكرة ثم الحلم ثم الصحبة ثم العمل ثم تحديد الطريق ثم عرفة الزاد ثم تحديد العمر الزمني لتغيير المجتمعي وليه أنا شخصيا ثم إيجاد الفغوات وحل هذه المشكلات تحت الفغوات والتمكين المجتمعي لكل مواطن ثم التحليل والوقوف عند المسال والمخاطر والإنجازات والإخفاقات ثم التوينز المجتمعي لمن حولي ولمن سيئتوني بعد ثم أحداث التغيير المجتمعي الإيجابي فهو الغاية التي دريد أن نبتغي بها المرضات الله سبحانه وتعالى ثم نرحل عن هذه الدنيا تركين وراءنا هذه المسيرة بنرجع مرة أخرى لماذا أنا تحدثت اليوم عن التغرق ومنذوق والمعرفة لأن الله يبدو شيء يكون مثل هذا كنف يكون إلا قدرة الله سبحانه وتعالى حتى الله أفضعنا حينما خلق الأكوان خلقها في أيام وسنين وملايين من السنين علينا أن أردنا أن نغير المجتمعات أن ننتهي بنهاية تعليمية العلمية يبدأ بالإيمان وننتهي بالصناعة والتاريخ والتجديد والتوجيه والتحديد والتأثير والطرح للمنتج ثم نبدأ المسيرة المنظرة الأخرى في التعلم والتدرب كصناعة وكموروخين ولا يبدأ أن نعرف ما هو المنظرة المجتمع لأن نجل إحداثه يبدأ من معرفة الحاجة وينتهي برحيلنا عن المجتمعات بعد أن نورف فكرنا وعلمنا وثقافتنا وأطروحاتنا وكل ملاذك ليس يدوينا بل لأبناء المجتمع هم من من حولنا ومن سيبدون بعدنا ألخص في النهاية وأقول للشباب مرة ومرة 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 لا تهنوا ولا تحسنوا وأنت من أعلىهم وأنا رأيتم اليمن وما تعاني منه وسوريا وما تعاني منه وليبيا وما تعاني منه وقنوب السودان وما يعاني منه والكونجو الديمقراطية وميامار والسحراء الغربية في أفريقيا والعراق إلى آخره إلى آخره فلا تيأسوا ورأيتم الفساد يصبح نظاما وقوانين وأدر ورأيتم الظلم والفساد والتغيان لا تيأسوا من رحمة الله لكن اعملوا 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 ولتكن لكم رسالة وهدف ورؤية في صناعة بناء المجتمعات وأحداث التغيير المجتمعي الإيجابي الذي تسعد به البشرية واسعد به رب البشرية وأنا اثق فيكم جميعا شباب وشباب وأعلم ان لم نرى التغيير في عصورنا أو في حياتنا فاستحدثوا لأنتم تغييرا ها يباهي به الله سبحانه وتعالى الملائكة يوم التغيير آخر سوف نفعله نفسه في الإنجليز سوف يكون غادوليزم في عصورة ومعرفة شعورة ومعرفة فاستخدام المزيد من المجتمع 1 اوة 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 مكة 3 اوة اوة مكة أشتركوا في المجتمع انشاء الله والسلام عليكم وحمد الله